السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم كل خبر جديد يوصل لحضراتكم متنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس امرا ويلا بينا دلوقتي نشوف الخبر الجديد اللي معانا يا ترى ايه ارتفاع ضحايا عقار الاسكندرية الى خمس قتلة بعد انتشال جستي سيدتين نجحت قوات الحماية المدنية بالاسكندرية مساء الجمعة في انتشال جستين اه لسيدتين من اسفل انقاض عقار الدخيلا منهار بحي العجمي فيما لا يزال البحث مستمر عن جست الاخرى وذلك اه لليوم السلس على التوالي وفقا للمصدر امني تم انتشال جست سيدة من تحت الانقاض تدعى نورة صابر سبعة وستين عاما اه وجصة اخرى اه لسيدة اخرى سبعة وثلاثين عاما يرتفع اجمال لعدد ضحايا العقار المنكوب الى خمسة قتلة رجلين وثلاث سيدات واصابة خمسة اخرين كان قسم شرطة الدخيلة قد تلقى بلاغا زهر الاربعاء الموجي يفيد بنهيار عقار مأهول بالسكان بمنطقة الدخيلة الجبلة وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الاسعاف الى موقع البلاغ طبعيا من المعينة ان العقار المنهار مسحته حوالي ميت متر مربع تقريبا مكون من طابق ارجي وثلاث توابق علوية بكل طابق شائتين مأهول بالسكان تقتنوا سبع اسر تحرر المحضر اللازم بالواقع بقسم شرطة الدخيلة وبالعرض على النيابة العامة امر المستشار محمد زغلور رئيس نيابة الدخيلة بالتحفظ على ملف العقار بحي العجمي واحضاره الى النيابة العامة خشية التلاعب فيه واستدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم تشكيل لجنة هندسية لمعينة العقار المنهار توضيح اسبابه ومدى تأثيره على العقارات المجورة وسؤال المصابين بالمستشفى وشهود الواقعة وسرعة اجراء تحريات المباحث حول الواقعة